نرمين عم نعيش هالأيام صرحة الجلاء مع ذكرى جلاء المستعمر الفرنسي عم أرضنا هالجلاء كان له أثر كتير كبير بطولة ونضال الشعب السوري تماسكه وحدته أرضا وشعبا عن الجانب الإنساني وأسقاطه على المرحلة الحالية اللي عم يعيشها المواطنين السوريين في ظل أزمات الحصار وفيروس كورونا سيكون حديثنا مع خبير التنمية البشرية الأستاذ محمد خير قال لما بدي سعد صباحك وكل عام وأنت بخير سعد صباحك نور وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير ونرمين كمان بألف خير وإن شاء الله مشاهدينا أينما كان بألف خير شكرا إليك وصباح الخير خلينا نحكي اليوم عن الحالة المجتمعية ذكرى الجلاء هي راسخة بوجدان السوريين جميعا خلينا نحكي عن الحالة المجتمعية اليوم بهكى مناسبات وخصوصا بالعيد الوطني اللي هو إلى سوريا تماما هلا نحن طبعا نحتفل بالمناسبة اليوم بظروف خاصة أنا بدي أقول هذا الجلاء ما كان ليتم لولا إرادة المقاومة وحركات المقاومة اللي كانت تم على هالأرض السورية لأنه أي احتلال يقام على الطريقة العسكرية لابد من مقاومته يعني عسكري نحن نعرف دائما نقول أنه ما أخذ بالقوة لا يستعاد إلا بالقوة لكن أنا بدي أقول دائما أي حركة مقاومة أي حركة أي حركة نضالية أو حتى حركة سياسية لن يقوم لها قائمة لن تكون لها قوام لن يكون لها شكل لن يكون لها استمرارية إذا ما كان في وراها إرادة شعبية قاعدة شعبية يعني حركة المقاومة أو حركة الحركة النضالية بدأت تطلع من فكر شعبي حتى يكون إلى استمرارية لذلك نحن نشوف مثلا من عام 1920 التأييد الشعبي للشهيد يوسف العظمي أول وزير حربية يستشهد بأرض المعركة طبعا الاحتضان اللي تم لبنته بعد استشهاده الاحتضان اللي تم لبئيه من المعركة مثلا وتمجيده كان مرسوخ طبعا بفكر الشعب السوري لحتى إجت سنة الاستقلال ورحل عن بلدنا آخر جندي فرنسي الآن نحن نقول أنه دائما وتلك الأيام نداولها بين الناس تتشابه الظروف دائما تتشابه الظروف لأن الاستعمار ما هو بس عسكري في عنا استعمار اقتصادي في عنا استعمار استغلال لذلك تشوفي الآن الدول الاستعمارية الجديدة السياسات الجديدة لدول الاستعمارية ما بدأت تخليك للك شخصية ما بدأت تخليك كيان إما أن تكوني تابعة وتنهابي مثل ما عمشوفت ببعض الدول وإما أن تكوني دائما تحت ضغط وتحت حصار وتحت ضرب وتحت عبئ نفسي لذلك لابد الآن من ترسيخ القيم التي كانت موجودة سابقاً في فترة الجلاء الآن كمان اسقطها على الواقع حتى الرد انتم متماسكين تم غروسة فيها لأن الإرادة انتم عم ندعمها دائماً هذه الإرادة والعزيمة والكرامة والعزة هي الحمد لله أشياء موجودة بجينات السوريين هذا اللي كنا نحن نحكي عنه تحت الهواء نحن نحن وصغار هيدا شير بنا عليه نحن مفهوم القضية الفلسطينية فلسطيني وداري ودرب امتصاري الشعب العربي السوري كانت بوصلتوا الدائمة القضية الفلسطينية نحن هيك ربيانين نحن وصغار المفهوم الاجتماعي كيف الان بتربي ابنا بتربي على حب الوطن أنه نحن بندافع عن أرض وطننا دائماً للبعد الاجتماعي له أثر كتير كبير مثل البعد السياسي والبعد الاقتصاد اليوم في الظروف اللي عم تعيشها سوريا تسع سنين من الحرب ما زال الشعب السوري عم يحاول يكون صامت في وجه حرب كونية مش مستعمر واحد للأسف أكتر من دولي خلينا نحكي قداش فعلاً هيدا البعد الاجتماعي والتربية البيئية الصحيحة بالمجتمع اليوم إلى أثر كتبير كبير بحياتنا شوفي نور أنا دائماً أقول بكل لقاءاتي بكل محاضراتي بكل برامجي إذا ما يعني أنت كنت مهزوم من الداخل قوى الأرض ما بتحسن تهزمك الهزيمة هزيمة داخلية وبالتالي القوة قوة داخلية إذا كان القوة بالإنسان حتى على صعيد الجسم اللي احنا عم نعاني من مثلاً مشكلة كورونا ونحن الحمد لله إلى الآن سوريا هي من أقل الدول انتشاراً لهذا المرض وبشكر كل اللي عم يتعاونوا مع الجهات المسؤولة من المواطنين وعم ينفسوا الحظر المنزلي اللي هو منعمله معسكر ترفيهي ما منعمله عبا ما منعمله فراغ ما منفش خلقنا ببعضنا ما منعود الحظر بالمنزل وليس بالمطبخ يعني هي بشنا نتبه للكل هلأ نحن نقول دائماً أنه التماسك الداخلي حتى الجسم مثلاً إذا كانت جهاز المنع عنده قوي ممكن هو يجابه كل الأمراض كل الفيروسات إذا كان في ضعف أي مرض ولو نسمة هو ممكن تروحه كذلك المجتمع المجتمع الآن إذا كان متماسك إذا كان عنده إرادة الحياة يمتلك إرادة الحياة سبحان الله هو الأقدر على مقاومة عواصف الزمر وعلى فكرة شرط تجاوز الأزمة نجاحك فيها يعني إذا الإنسان أنا كتير اللي بشوف مثلاً يا العميرات سلوني أو هم يحكوا معي أو كذا أنا بقول له إذا كنت أنت دائماً أنت تتأفف دائماً تعليقاتك سلبية على الفيس دائماً أنت ناقد دائماً أنت سلبي على فكرة هي الأزمة حتتم معك شرط أنك تتجاوزها معنا أنت لازم تنجح فيها يعني تكون متوازن داخل الأزمة وكمان إحنا هيك الآن نحن صارعين من حرب عمرها تسع سنوات الآن مثلاً عنا أزمة كورونا طبعاً هي أزمة عالمية الآن أهم الشيء وهي يعني مسؤولية المجتمع ومسؤولية الجهات المسؤولة أنه نحن إنتم متماسكين إنتم متوازنين يكون عنا ثقة عنا ثقة مثلاً بغذائنا بأمننا الغذائي عنا ثقة بحالتنا الاقتصادية عنا ثقة مثلاً بجهاتنا المسؤولة على القطاع الصحي حتى نحسن نحن نكون عنا استمرارية شوفي بعامل سنوات عشرين ودخل غوره لسوريا وصارت معركة ميسالون واللي بقولوا عنها أنه هي يعني من أكبر المعارك تصوري رغم أنه جيش كان مسلح التسليح بداي لكن من أكبر المعارك اللي عناها الجيش الفرنسي كان السبب شو؟ كان التماسك كان قناعة المقاتل السوري بنفسه كان قناعة المقاتل السوري بصوابية موقفه بحقه بدفاعه عن أرضه لذلك كانت مستمرة وما انتهت معركة ميسالون عام ١٢٠ بالعكس استمرت وكانت طبعاً مؤلمة لجيش الاحتلال الفرنسي اللي غادر مثل ما شفنا مثلاً حتى بالعراق الشقيق كيف كمان كانت الحركات المقاومة مثل ما نشوف هلأ مثلاً بفلسطين مثل ما نشوف الآن مثلاً الرجال المقاومة الوطنية اللبنانية بالثمانينات وحتى جلل المستعمر الآن بدي يركز على شغلة أنه الآن المستعمر أو مثل ما بيقول أمبريارية العالمية انتبهت لهالناحية أنه ما بتستطيع أنت تنتصر على حركة مقاومة أو حركة نيضالية وشعبه محا لاحظت كيف لذلك شو هم يعملوا سخروا فضائيات لشيطنة أو تشويه سمعة حركات المقاومة ليه شو الغاية أنه فصلة عن المجتمع لذلك نحن الآن وعبر الفضائية الإخبارية السورية منقول أنه أد ما منحسن نتماسك مع بعضنا أد ما منحسن نتوازن بهالأزمة أد ما منحسن نخفف نوعاً ما عبق على غيرنا يعني ما نكون نحن عبق على الوطن ما نكون نعايشين على الاستهلاك على المطالب لازم نعطي حتى انطار نعم من منطلقة المسئولية المجتمعية برأيك شو دور اليوم لازم نلعبه كأفراد من الخلية الصغيرة من الأسرة اليوم بهذا الوقت اللي عايشينه إذا ما نحكي عن الكورونا فهي أيضاً هي خطر عم يكون على كل الوطن مو بس على أفراد معينين برأيك شو دور اليوم لازم نلعبه هل نرى عدالة العقل عدالة حلوة كثير العدالة العقلية بتقولك إذا فتحت أنت مجال مش في العقل يعني إذا فتحت مثلاً شيء سلبي أنه والله كورونا وغلى وأسعار وكذا هتفوت بهذا الملف ويمكن ما تنتهى وبتكون أنت الضحية لأنه مجرد أنت ما فتحت هذا الملف السلبي هتكون أنت فاقد الثقة بمجتمعك لذلك بتتحول لمستهلك بامتياز لاحظتي كيف أنه أنا بدي أستهلك بدي آخذ حتى أكتر من حاجتي حتى لأنه الظروف ما يضامنا تبهت عليه كيف لكن بالجهة الأخرى أنه ممكن نحن نفتح الملف الإيجابي أنه نحن الحمد لله عنا خبرات يعني طول عمنا نحن في عنا أزمات في عنا معاناة والحمد لله عم نتجاوزها سواء كان الأولين ولا الآخرين حتى أزمة الحرب الكونية على سوريا تسع سنوات يعني لا تقارن شدتها وبأسها والظروف اللي مرأنا فيها بل الظروف الحالية يعني الآن الوهم يعني ببلدنا لأنه نحن يعني إلى الآن الإصابات عننا محدودة إذا اتزمت العالم بالإجراءات وإذا اتزمت البيت هي إجراءات استكمالية من الحكومة والمواطن عليه مسؤولية كتير كبيرة اليوم لاستمرار هذه الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا بالخطام بدنا نتشكرك نتمنى لك الخير والصحة وينعاد عليك على كل سوريين بألف خير شكرا نور شكرا نيرمي إن شاء الله كل عام أنتم بألف خير وتحية كبيرة للشعب السوري الملتزم بالإجراءات الصحية شكرا لوجودك معنا